العاصمة السودانية الخرطوم تسهر هذه الأيام مع فعاليات مهرجان الصود السودان للسينما المستقلة في نسخته الأولى بمشاركة واسعة من نجوم السينما والمخرجين والنقاد من السودان وخارجها المهرجان الذي تنظمه مجموعة سودان فيلم فاكتوري بالتعاون مع المركز الثقافي الألماني ومؤسسة الأمير كلاوس يختتم غدا الاثنين ويعرض عمالا من انتاج سوداني وعربي ويحتفي أيضا بالسينما الأفريقية وعلنت إدارة المهرجان إهداء فعاليات دورته الأولى كافة إلى روح المخرج السينمائي والفنان التشكيلي السوداني حسين شريف الذي يصادف انطلاق المهرجان الذكرى الأولى لوفاته معنا من الخرطوم منسق فعاليات مهرجان السودان للسينما المستقلة المخرجة السينمائية إيلاف الكنزي أهلا إيلاف حدثينا عن إلى أي مدى يمكن أن يشكل هذا المهرجان انطلاقا واعدا للسينما السودانية أهلا صباح الخير عليكم وصباح الخير على جميع مشاهدي سكاينيوز مهرجان السوداني السينما المستقلة في نسخته الأولى يأتي كسابقة من نوعه يعني يسعدنا أنه في هذا المهرجان أن نلفت نظر العالم إلى السينما السودانية وأن نعكس الأضواء عن السينما السودانية ونعكس العالم أن هناك سينما تصنع في السودان وأن هناك يعني ذخم سينمائي يمكن أن يعكس شيء وواقع عن السودان طب تقولين هناك أفلام تصنع في السودان هناك زخم إنتاجه في السودان أين تعرض هذه الأفلام في السودان؟ هل واقع السينما دور السينما في السودان الحكومة مهتمة؟ هل يستطيع المواطن الذهاب إلى دور العرض في أكثر من ولاية وحضور أفلام سينما سودانية؟ للأسف واقع السينما في السودان واقع متدهور جدا أغلقت أغلب دور العرض السينمائية وهدم بعضها وحول بعضها إلى مؤسسات حكومية يقتصر الإنتاج السينما السوداني فقط على المراكز الثقافية على العروض صغيرة العدد على العروض قليلة التكلفة لذلك جاء جؤم مهرجان السودان للسينما المستقلة كنافذة لتوسيع قاعدة الجمهور السينما في السودان أفهم منك أنه لا يوجد هناك دعم حكومي لتمويل بعض الأعمال السينمائية؟ نعم شبه ذلك طيب الآن هذا المعرض هنا كيف يمكن أن يساعد؟ هل ما تأملون به أولا تغيير الفكرة العامة في السودان عن الإنتاج وعن السينما بشكل عام؟ أم يعني جلب الانتباه دوليا؟ نعم يعني يهدف المهرجان إلى العديد جدا من الأشياء يهدف إلى إعادة إحياء روح السينما التي تمر عليها الآن يمر على أول إنتاج سينمائي مئة عام إعادة إحياء روح السينما السودانية بعد تدهورها يعني في العشرين سنة الأخيرة بهدف كمان إلى ربط العالم الخارجي بالسينما السودانية إلى ربط العالم الخارجي بالسودان بيهدف إلى إحياء النشاط السينمائي في السودان خصوصا وأنه فيه جماهير عريضة تهتم بالإنتاج السينمائي السوداني والدليل التواجد الكثيف للجمهور أيام الفعاليات المهرجان أيام عروض العروض التي تمت في المهرجان عرض أمبارح الناس كانت كميات هائلة في ناس قاعدت في الأرض فده دليل على أنه فيه تعطش للسينما في السودان طيب إلاف يعني إنتاج فيلم سينمائي في السودان طبعا تحت وطأة هذه الظروف الصعبة يعد حدث لافت حدثينا عن الصعوبات التي واجهت شباب سودان فيلم فاكتوري لإنتاج مثل هذا المهرجان وإنتاج بعض الأفلام أيضا الصعوبات هي كانت تقتصر على الصعوبات المادية فعشان كده إحنا عملنا السينما المستقلة التي هي تعتمد على قلة الإنتاج السينمائي على قلة المادة في الإنتاج السينمائي فجل مهرجان بدعم كبير من مؤسسات ثقافية جل مهرجان بدعم من مراكز ثقافية من مؤسسة الأمير كلاوس من المعهد الألماني من المركز الثقافي الفرنسي من المجلس البريطاني يعني كان فيه دعم ثقافي لو لا الدعم ده إحنا بنوجه لهم كل الشكر كمان مجموعة دال الأغذية لو لا الدعم ده المهرجان ده ما كان قام فمشكلتنا أنه كان فيه ضعف الإنتاج المادي بس إحنا حاولنا نعمل حاجة وفي ناس وكفت معانا وفي ناس ساعدتنا عشان كده المهرجان طلع بالصورة التي أنتم شايفينها حاسين طيب إلاف يعني مما قرأت على صفحتكم الخاصة على فيسبوك الأفلام المعروضة معظمها أفلام قصيرة وديكومنتري وثائقيات حدثينا عن الأفلام المشاركة في هذا المهرجان السينمائي الأفلام المشاركة في المهرجان أول شي تم فتح باب الاشتراك للمهرجان قبل شهرين تقريبا من انطلاقة المهرجان كان شرط الاشتراك إن يكون أحد عناصر الفيلم إفريقيا المهرجان يعتبر مهرجان إقليمي إلى حد ما يعنى بالسينما الإفريقية فجاء عدد كم هائل من الأفلام الإفريقية إلى سودان فيلم فاكتري تم تشكيل لجنة بالتعاون مع جماعة الفيلم السوداني اللجنة اختارت عدد من الأفلام منها أفلام من كينيا من إثيوبيا من مصر من السودان تم عرضها خلال أيام المهرجان ما المعايير التي تم اعتمادها إلاف في اختيار وانتقاء هذه الأفلام؟ أهم المعايير كانت أن يكون أحد عناصر الفيلم إفريقيا وأن يكون الفيلم بيعكس رؤية وبيعكس فكرة وبيعكس شيء يمس العالم الإفريقي ويمس الإنسانية بأدمع هناك أفلام سودانية لو تحدثين عن الإنتاج السينمائي تحدثت عن ضعف الإمكانيات لكن طالما أنكم تهدون هذا المهرجان إلى روح المخرج السوداني حسين شريف هل الإخراج والتقنيات التي كانت مستخدمة في الأفلام المشاركة السودانية كانت مرضية؟ نعم جميع الأفلام التي شاركت في المهرجانات منها أفلام من إنتاج سودان فيلم فاكتوري وشباب سودان فيلم فاكتوري وبعضها من إنتاج مخرجين آخرين أغلب الأفلام هذه شاركت في دورات سينمائية شاركت في عروض ومهرجانات سينمائية أفلام سودان فيلم فاكتوري نفسها إذا لم ترقى إلى المستوى الذي يجعلها تشارك لمستوى في مهرجانات عالمية في جنوب أفريقيا، في الصين، في نوتردام في عديد جدا من المهرجانات جابت أنحاء العالم فهذا يدل على كفاءة الإنتاج السينمائي هذا يدل على كفاءة الإخراج السينمائي يدل على أن هناك سينما تصنع في السودان بتقنيات المهرجانات طيب، إحنا انتهى وقتنا لكن أسألك سؤال في جملة واحدة هذه التجربة طالما أنها الأولى هل شجعتكم للعمل من الآن على تجربة في العام القادم دورة جديدة؟ هل نستطيع أن نقول أنه نجح؟ طبعا شجعتنا ونعتبر أنه نجح باتساع القاعدة الجماهيرية العريضة بلفت نظر السودان إلى السودان نفسه وللفت نظر العالم إلى السودان وتواجد الآن في سكاينيوز يدل على نجح هذا المهرجان ويدل على انتشار سيطه وإن شاء الله ستكون في تجربة ثانية أو ثالثة والمهرجان سيتوسع من إقليمي إلى عالمي وهكذا